موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا ربي تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بازن الله النهارة اللي يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب وضع احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا هتلاقي عليها كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص ايه التطوع والصفر الى خارج وكننا عرضنا بعض المواقع اللي منخلها تقدر تلاقي فرصة تعمل بكل سهولة وكننا وفرنا كمان فرصة وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام كانت عملية التقديم والبول فيها حصرنا عن طريق قناتنا وكانت شاملة معظم التكاليف وتم على الانفايزين في هذه الفرصة وان شاء الله بزن الله يكون موجود معنا فرص جاء كتير التقديم والبول فيها حصرنا عن طريق قناتنا اه بالاضافة كمان كنا علمنا عن خدمة من فترة اه وهي خدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومن حين انت عايزة تقدر تقدم منخلنا بشكل احترافي او ممكن عادي تقدم بنفسك بالتابعة شرح الفيديوهات المؤقودة على القناة وعشان توصلك اي حاجة جديدة من قناة بتاعتنا يريد تعمل وتضغط على الجرس عشان كل فرص توصلك بسهولة واحب ان اويل كمان جماعة رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على فيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنح اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقي موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو طيب بالنسبة لمنحة النهاردة هي منحة فريدة من نوحة منحة ممتازة جدا اه من النادر انك تلاقي اه منحة زي دي تمام هي منحة دراسية ممتازة للدراسة عن بعد يعني المنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتكون دراسة تمام ولكن مش هتكون بقى كورسات لا ده هتكون دراسة يعني اه درجة علمية تمام مش فقط كورسات وخلاص الدولة اللي هيكون فيها الدراسة هي امريكا تمام الجهة المانحة طبعا اه دي جامعة من اشهر الجامعات الموجودة في امريكا وجامعة هي بتدي درجات العلمية تمام اه فعشان كده اه يعني ده اللي بميز كمان الدراسة في الجامعة دي لانها جامعة امريكية وجامعة قوية جدا الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي كل الدول المتاحة للتقديم اه دول عربية افريقية الساوية تقدر تقدم عادي في الفرصة دي بدون وجود اي مشكلة طيب هنا عندنا ملحظتين اول حاجة زي ما كنا ذكرنا ان نوع الدراسة في هذه المنحة هيكون اونلاين يعني هتدرس دراسة اونلاين اه مش هكون فيها سفر كل حاجة تعملها اه من مكانك هتاخد درجة العلمية من مكانك ودي حاجة ممتازة جدا. طيب اه بيقول لك ان جامعة الناس اللي هي اه لكي تضمن لطلابها جودة عالية قامت بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وشركة اتش بي وشركات كبرى رائدة اه من اجل التوجيه المهني للطلاب ليكون لهم فرص كبيرة في سوق الشغل. يعني انت بتضمن بتخرجك من الجامعة دي انك تضمن مكان لك في سوق العمل. تمام? هي عاملة شركات مع ميكروسوفت شركة اتش بي. فكل الشركات دي بتستقطب الطلاب اللي هم متخرجين من الجامعة دي. ودي حاجة مميزة جدا انك كأنك هتدرس وبعد كده هتطلع تشتغل مباشرة. يعني اصلا كفاية انك هتدرس في جامعة امريكية. دي الواحد ويعني خانة الخاصة يعني. طيب. المرحلة الدراسية المتاحة للمنحة دي هي البكالوريوس والماجستير والديبلومة. يعني لو انت عايز تدرس البكالوريوس متاح. عايز تدرس الماجستير متاح. عايز تاخد زي الدبلومة كده متاح برضو. طيب. نوع الدراسة الدراسة دي هتكون حيث ان مدة الدراسة للبكالوريوس اربع سنوات. في ناس هتقول لك طب ازاي الدراسة اونلاين آآ والدراسة المفروض في الجامعات يعني لما بتروح مسلا تحضر في جامعة المفروض بكالوريوس اربع سنين نفس النظام. الجامعة هنا موفره لك كأنك بالزبط بتدرس في جامعة عادية جدا مش اونلاين. هتكون مدة الدراسة برضو اربع سنوات تمان سمسترات. والماجستير هتكون مدة الدراسة لهم سنتين. وقت اشمل الامتحانات كل فصل دراسي والحصول على شارع التخرج. يعني كأنك بالزبط بتدرس في جامعة حقيقة. بس يعني الاختلاف هنا انك تدرس اونلاين مش بشكل يعني ايه حضور او كده. طيب بالنسبة للتمويل في المنحة دي. المنحة دي هتوفر لك رسوم الدراسة كاملة بالمجان. مش تدفع اي حاجة. طبعا خش وكرا عن وشوف آآ رسوم الدراسية بتاعتها رسوم الدراسية بتاعتها كبيرة. ولكن هتوفر لك منحة. منحة دي هتشمل لك الرسوم الدراسية كاملة. مش تدفع اي شيء خالص. بالاضافة كمان بقى يعني شوف الحاجة الكويسة جدا في المنحة دي انها توفر لك كورس لغة انجليزية لمدة سنة. قبل ما تبدأ الدراسة هتاخد كورس اللغة الناس اللي بتكون عايز تدرس اللغة الانجليزية وبتقول فين المنح اللي فيها اللغة الانجليزية المنحة دي موجود فيها. هتاخد الكورس ده لو انت ما بتعرفش اي شيء عن اللغة الانجليزية او مستويك ضعيف او متواصل. يعني لو الجامعة شافت مسلا ان المستويك مش كويس آآ انت مش معاك شهادة لغة آآ او اي شيء تقدم على الكورس عادي ومشمول من ضمن المنحة وتدرسه برضو. وبعد الحصول على الشهادة وبعد لما تخلص الكورس ده هتحصل على شهارة الطيفل من عندهم. يعني فيه شهارة طيفل دولية هتاخدها بتثبت انك اتميت كورس لغة كمان. تمام? طبعا كمان بقى يعني من ضمن الفوائد اللي انت كمان هتحصل عليه الدرسة طبعا والتخرج من جامعة امريكية بجودة عالية. طيب ملاحظة هنا هزيل من حالات احتاج شهارة لغة انجليزية بشكل الزم عند التديم زي ما كنا وضحنا مش مطلوب منك خلاص لان انت لو مش معاك خلاص هتاخد زي ما كنا وضحنا هنا هتاخد كورس اللغة تنضم لي. اه كمان ليس هناك حد اقصى للعمر في يزيل منح. مفيش حد اقصى للعمر. اه سنك كبير. اه سنك الاهم حاجة ان السن بتاعك يكون اعلى من ستاشر سنة. لو انت اعلى من ستاشر سنة تقدر تقدم في المنحة دي. زي ما قالوا على موقعها من الرسمة. اه فيما فوق بقى يعني اي سن مقبول. مفيش حد اقصى للدراسة. طيب ايه هي التخصصات المتاحة عشان تدرسها في الجامعة دي. اول حاجة حضرتك عندك كمبيوتر ساينز. طبعا حاجة ممتازة جدا. دي التخصصات المتاحة فقط في الجامعة واللي انت تدرسها. سواء تدرس اه بكالوريوس او ماجستير او عايز تعمل في اي تخصص من التخصص دي برضو متاحة. تمام? والديبلومة بتكون مدتها سنتين. اه عشان كنا ذكرنا هنا ان البكالوريوس و الماجستير. ذكرنا مدة كل واحدة. فبنسبة للاشخاص اللي عايزة تعمل دبلومة برضو مدتها سنتين. طيب ايه هي الاوراق المطلوبة عشان تقدم في المنحة دي? انت مطلوب من حضرتك اوراق بسيطة جدا. يعني حاجة خرافية الصراحة التقديم في المنحة دي. اخر مواهل دراسي عندك. تمام? كمان خطاب النية من يعني اه ليه عايز تقدم من المنحة تعمل خطاب نية. نيتك من التقديم من المنحة عليه. هتستفاد ايه? او هتستفاد ايه من الدراسة في الجامعة دي? والسي في بتاعت. تمام? طيب دي الاوراق البسيطة المطلوبة. وطبعا بقى لو عندك اي اوراق زيادة مسلا كورسات اخدتها اه يعني اشهادات على التطوع تضيف الحاجات دي برضو متدعم من طلبك اكتر. طيب عندنا هنا اه اخر معادل التقديم في معادين. سبع مايو ده طبعا قرب جدا وهي تمانية وعشرين مايو. طيب ايه الفريمة بينهم? الفريمة بينهم ان سبع مايو ده انت لو قدمت قبل تاريخ سبع مايو حضرتك هتدرس اه في حوالي اخر شهر يونيو. يعني اخر شهر يونيو الفين وعشرين هتبدأ الدراسة وتبدأ الدرجة العلمية بتاعتك. انما لو هتقدم في اه تمانية وعشرين مايو الفين وعشرين هتبدأ في السمسطر القادم اللي هو يبدأ فيه شهر تسعة. تمام? فانت تشوف بقى انت عايز تقدم في اي اه وقت وطبعا اللي اتنين ما فيهمش اختلافي. يعني انت تشوف انت ممكن تبقى جاهز انت عشان تبدأ. ده بالنسبة لاخر معادي للتقديم. طيب كيفية التقديم في المنحة دي? التقديم في المنحة دي ابليكيشن اونلايل. سهل جدا ان شاء الله يعني مش هكون في اي حاجة صعبة. وانا هنا هتطلقوا حاجتين ده الاعلان الرسمي والتقديم للمنحة وده الموقع الرسمي للجامعة. تعال كده نبص سريعا على الموقع الرسمي للجامعة. صراحة يعني جامعة آآ مهولة عدد الطلاب اللي فيها تجاوزوا اكتر من اتنين وتلاتين الف طالب. تمام? مسجلين حاليا. آآ ده ده الموقع الرسمي للجامعة. تمام? اهو بيقول لك يعني الطلاب الحالي المسجلين في الجامعة هو دي واحد وتلاتين الف ونص شخص. او طالب. آآ بيذكر لك هنا ايه التخصصات المتاحة? كل التفاصيل آآ مذكورة هنا في الجامعة. يعني جامعة معروفة جدا محتلة ترتيب عالمي وعملة شراكات مع شركات ومؤسسات عالمية كتير. طبعا دي الشركات اللي عاملة معاها. شراكات طبعا شركات ومؤسسات كتيرة جدا. لا حصرة لها. طيب. تعالى بقى نروح للإعلان الرسمي والتقديم للمنح. طيب. هيظهر لنا الإعلان الرسمي والتقديم بالشكل ده. طبعا آآ الجامعة دي بتقدم منح كتير. آآ بس احنا النهاردة هنترجط على منحة واحدة يعني هنتكلم عن منحة واحدة فقط. لان طبعا في منح للسوريين آآ في منح في منح بقى يعني آآ كل دولة يعني الجامعة دي عاملة لها منحة تمام بالذات اللاجئين. ولكن احنا عايزين نتكلم على منحة واحدة وهي منحة جنرال. تمام? اللي هي بيسموها اللي هي منحة الجامعة. دي متاحة للجميع. آآ فانا بشرح لك نابزة عن المنحة دي. وهنا بيقول لك اللي هي تقدم لها. تمام? طيب. احنا عايزين نقدم لها تيجي تضغط على كلمة لما تضغط على كلمة هيفتح لك الاستمارة او التقديم بالشكل ده. تمام? طيب. اول حاجة حضرتك محتاج تبدأ بقى بكتابة البيانات بتاعتك. تحط اسمك. اسم العائلة. تكتب الايميل بتاعك. تختار هنا التخصص اللي انت عايز تدريس. تختار الدرجة العلمية. عايز تقدم مستر. عايز تختار ايه? وبعدين تضغط تمام? لما تضغط يدخلك للخطوة اللي بعدها. تحط بيانات العنوان بتاعك. انت مقيم فين حاليا. آآ رقم تليفونك وماية لزلك. تضغط وتخش عالخطوة اللي بعدها. آآ هنا بقى بيكلمك عن آآ تاريخ ميلادك والجندر بتاعك واللغة الام بتاعتك اللغة العربية مسلا المصرية. تمام? وبعد كده بتضغط بتخش عالخطوة اللي بعدها. الخطوة دي اخر خطوة اللي هي بتقول آآ انت اخر مواهل دراسي عندك ايه? مسلا انا آآ لو قلت اخر مواهل دراسي مسلا عندي الهاي سكول اضغط عليها. مسلا عندي اخر مواهل دراسي. باشولر او ماستر ديجري تضغط على دي. يبقى انت بتختار اي اخر مواهل دراسي عندك? وبتختار هل انت حصلت عليه? ولا لسه هتحصل عليه? تمام? ولا لسه ما بدأتوش? يعني بتختار بقى ايه اه يعني اه بالنسبة للشهادة دي هل تمت ولا لا? بتختار الدولة اللي انت حصلت منها او لسه هتحصل منها على الشهادة دي. وبعد كده بتعمل لما حضرتك بتعمل بيوصلك رسالة على الاميل بتاعك. الرسالة دي بتحتوي على كده يعني زي تأكيد للبريد الالكتروني بتاعك وتأكيد على موقع المنحة. والرسالة دي بتقول لك اعمل باسورد عشان تخش بيه لابليكيشن ايه المنحة? وتكمل بيه باقي الاجراءات. تمام? طيب. انا دلوقتي خلاص عملت الباسورد بتاعي زي ما رسالة وصلتني. اعمل ايه? هتروح تعمل والابليكيشن الرسمي هيفتح معاك بالشكل ده. ده اللي هيفتح معاك. هتلاقي هتلاقي بالشكل ده. هتلاقي ان حاجات بسيطة هنا بتطلبها منك وركز بها معايا عشان دي يعتبر من الحاجات المهمة. بيقول لك اول حاجة حضرتك لازم تحدد موقفك بالنسبة للغة الانجليزية. تمام? بالنسبة للغة الانجليزية هنا. هتلاقي عندك كزا حاجة. بالنسبة ليه هل انت آآ اللغة الانجليزية بتاعتك درست قبل كده اللغة الانجليزية مسلا درجة علمية درستها في الباكاليريوس او في المدرسة السنوية. هل مسلا عندك امتحان لغة آآ مسلا درست تلاتين ساعة آآ آآ يعني المنموم تلاتين ساعة من آآ الدراسة في كلها مسلا. طيب انا معنديش اي حاجة من الحاجات دي تثبت اللغة الانجليزية بتاعتي. اعمل ايه? قالين لك هنا حاجة اللي هو فيه كورس. تمام? اهو. فيه كورس. الكورس ده انت لما تختار انك عايز تقدم للكورس ده وتدرس اللغة الانجليزية الاول في الجامعة. خلاص. يبقى انت مش مطلوب منك اثبات اي شيء. وكده انت هتاخد كورس في الاول. وبعد كده تبدأ الدراسة الاصلية بتاعتك. طيب. يبقى انت عشان تاخد الكورس لازم تضغط على دي. ملاكش اي يعني ما تضغطش على اي شيء من الحاجات دي. طبعا لو انت بقى قدرتك في اللغة الانجليزية كويسة. معك شهادات او درست باللغة الانجليزية سابقا خلاص. انت كنا مش محتاج تاخد الكورس. تمام? ده بالنسبة لجزئة دي. ركز بقى معاك كمان في الجزئة دي كمان ان فيه هنا فيه اللي هي فيه رسوم للابليكيشن. حضرتك فيه رسوم للابليكيشن ده عشان يبين جديد المتقدم. لان طبعا فيه ناس بقى تخش تمنى بطريقة خاطئة وتعمل و الجامعة تفضل تراجع في وشوفوا بقى مين الناس الجدية مش مين الناس الجدية. يعني الموضوع بيطول يوم. فعشان كده حطوا فيه اللي هي رسوم عشان تبين الشخص المتقدم ام لا. بتروح حضرتك الاول قبل بقى يعني فهمت ما تحط بقى انك عايز اللغة الانجليزية تاخد كورس في الاول وقبل ما تكمل بقى بقى الاشياء تروح ضغط على الجزء ده وتروح تدفع الرسوم للابليكيشن. طيب رسوم دي كام? لما تضغط على دي. تمام? هيفتح لك الصفحة دي بيقول لك ان الرسوم ستين دولار. لازم تدفع الاول عشان يبين جديد المتقدم ان هو فعلا عايز يدرس فيه الجامعة دي. تمام? وحطط لك هنا كزا وسيلة دفع ممكن ممكن تختار الطريقة اللي تأجبها. وهناك اتبين ملحوظة ودي حاجة كويسة جدا من الجامعة. انه بيقول لك ايه? لو انت مش هتقدر تتحمل الرسوم تمام? لو انت مش هتقدر تتحمل الرسوم بتاعة ستين دولار كتير عليك مسلا مش معاك المبلغ ده حاليا. اتكلم مع الابليكيشن ادفايزور. طب ايه الابليكيشن ادفايزور? ايه الابليكيشن ادفايزور? الابليكيشن ادفايزور ده هو شخص بتوفره لك الجامعة. عشان يبقى معاك خطوة بخطوة. اه من حيس الحاجات الاوراق اللي انت هتحتاجها في التقديم للجامعة اه لو احتاجت لتسأله على اي حاجة. طب فينا لايه اهو. كاتب لك اهو. اهو. تمام? ده الاسم بتاعه. وبيقول لك عشان تتواصل معاه لو انت حبيت تسأله على اي حاجة تتواصل معا عن طريق الايميل ده. هما بيحطوا يعني مسلا بيحطوا لهم اه واحد مسلا انت بتتواصل معاه عشان لو حبيت تسأله على اي حاجة. فحضرتك مش تقدر تدفع الرسوم دي بتروح رايح متواصل معاه. اه انا مسلا حالتي المادية. اه ما تسمحش مسلا ان اه ادفع رسوم فهو بيتواصل معاك بيقول لك طيب يديني دليل انك مسلا ما تقدرش تتحمل الرسوم ما الى ذلك يعني. تمام? ولو احتاجت بقى مسلا اي شيء تاني بتتواصل معاه عن طريق عن طريق الايميل هنا. طيب انت بعد لما بتدفع الرسوم اه هو بقى يعني الادفايزور ده من نفسه بيتواصل معاك. تمام? وبيعلمك على الاشياء اللي بعد كده اللي انت محتاج تعملها. وبعد كده بيبعتولك لينك اللينك ده بيحتوي على مجموعة منح انت بتختار المنحة المناسبة لك. تمام? وقلنا يعني المنحة الافضل انك تختار اللي هي الجنرال اللي كنا تكلمنا عليها. اللي هي جنرال تختارها او اللي هي متاحة للجميع. وبعد كده بقى حضرتك بتعمل سببين تهيلي وبتنتظر ردهم. وكده يبقى انت قدمت للجامعة بنجاعة. طبعا يعني حاجة ممتازة جدا انت متخيل انك تدرس اونلاين. اه هتاخد شهادة معتمدة دوليا من جامعة امريكية. الدراسة عادية خالص كأنك بالضبط درست وحضرت اه في الجامعة هناك. ما فيش اي مشكلة خالص. دي حاجة ممتازة جدا بالاضافة كمان بقى اللي بيميز الجامعة دي بالذات انها عاملة شراكات مع شركات ومؤسسات عالمية. يعني انت كمان بتضمن لنفسك كرير العمل بعد التخرج يعني. تمام? فدي حاجة ممتازة. فلو مهتم بالفرصة دي يا ريت تقدمولها. وبرضو احب اوضح اللي احنا كقناة منح من كل الالوان بنتيه حملية المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم بتخيلنا باحتراف. اه يعني انا وفر لك كل شيء مثل التواصل مع الادفايزور اه ما الى ذلك او تقدم بنفسك عادة باتباع شرح الفيديو ما فيش اي مشكلة. وفي النهاية اتمنى لكم التوفيق والبقول في المنحة دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.